في إطار العملية العسكرية التي أعلنتها قيادة الجيش الوطني لتحرير محافظة تعز شنت قوات اللواء 35 مدرع هجوما واسعا على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في مديرية الصل قنوب شرق المدينة قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة السيطرة على معظم المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في هذه المديرية نحن الآن في منطقة الحود التي تم تحريرها وهذه أمامكم هنا قرية الشرف آخر معاقل الميليشيات الانقلابية في مديرية الصل تم تحرير هذه المنطقة بالكامل وكما تشاهدون هذا الدار هو دار الشيخ عبد الرقيب القياد في صفوف الميليشيات الانقلابية تمكن الجيش الوطني من تحرير هذه المنطقة بالكامل ولم يتبقى سوى قيوب بسيطة للميليشيات الانقلابية خلف هذه المنطقة تحديدا في نقيل الصل والجيش الوطني كما قال قائد اللواء الخامس والثلاثين مدرع عازم على استكمال تطهير هذه القيوب وإعلان مديرية الصل مديرية محررة بالكامل من الميليشيات الانقلابية كما قلنا مديرية الصل باتت شبه محررة كليا مع هذا الوقت ومع بقية القيوب البسيطة التي الجيش الوطني في هذه اللحظات يطهيرها من عناصر الميليشيات الانقلابية هذا هنا أحد أطقام الميليشيات الانقلابية الذي تمكنت قوات الجيش الوطني من إعطابه أثناء المعارك في قرية الحود أيضا طيران التحالف العربي شن سلسلة من الغارات القوية التي استهدفت تمركز الميليشيات الانقلابية في المنطقة دمر مدافع الميليشيات وآلياتهم العسكرية إذن كما قال قائد اللواء خمس وثلاثين مدرع الساعات القادمة سيعلن أبيان تحرير مديرية الصل بالكامل فوازي الحمادي قناة بلقيس تعز